موسيقى موسيقى مشانا الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مورا الحدث نخصصها اليوم للجهود المتواصلة للمغرب من أجل قارة إفريقية مندمجة يصرنا كثيرا أن تكون معنا من رباط الدكتورة كريمة غانم وهي رئيسة المركز الدولي للديبلوماسية أهلا وسهلا بك أستاذ معنا كما يسعدنا أن يكون معنا من مراكش الأستاذ الدكتور محمد الغالي وهو عميد بالنيابة لكلية الحقوق بقلعة السراغن أهلا وسهلا بك دكتور معنا دكتورة أبدأ معك منتدى المغرب الدبلوماسية الصحراء الذي نعقد الأسبوع الماضي في الداخل كان مناسبة تحدث فيها المشاركون عن أهمية تحقيق التحرر السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإفريقيا هل تعتقدنا دكتورة أن هناك وعيا إفريقيا حقيقيا اليوم بضرورة هذا التحرر من أجل مواجهة التحديات المشتركة؟ مساء الخير شكرا على الاستضافة طبعا هذا المنتدى كان مناسبة مهمة لتدارس العديد من التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية أو الجيوسياسية وأيضا كان مناسبة لتعزيز دور الرياضي الذي يقوم به المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي منذ رجوعه إلى هذه المؤسسة القارية وطبعا كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز إفريقيا كإفريقيا قوية مندمجة متكاملة متحررة تتملك حلولها بنفسها وأيضا تدافع على مصالحها أيضا كان هناك أهمية الحديث على تتمين وكذلك تقاسم الخبرات الإفريقية من أجل التكامل الاقتصادي وكذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة خصوصا أن اليوم إفريقيا تعرف العديد من التحديات الاقتصادية التي تتجلى في الأمن الطاقي والأمن الغدائي على الخصوص وطبعا كانت مناسبة أيضا لتعزيز وتتمين أيضا الرؤية المغربية الشاملة أو الشمولية من خلال خمس ركائز أساسية وهي طبعا تحقيق الأمن والسلم والاستقرار ومحاربة الإرهاب وكذلك سياسة الهجرة واللجوء والتعاون الاقتصادي والثقافي البعد الديني وكذلك البعد الإنساني والتضامني وهذه ركائز جد مهمة نهجها المغرب في سياسته الإفريقية من خلال إرساء شراكات استراتيجية مبنية على منطق رابح رابح تحقق التنمية الاقتصادية من الأفريق مع الأفريق ومن أجل الأفريق طيب دكتور محمد الغالي أهلا بك أولا هل هناك اليوم على طاولة الأفريق مبادرة حقيقية لتحقيق هذا الاندماج؟ شكرا أولا على الاستضافة أعتقد بأن المحاولات هي مستمرة بالنظر إلى مجموعة من اللقاءات سواء التنائية أو حتى داخل بعض التكتلات الإفريقية الإقليمية إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ولكن تساؤل الذي يطرح إلى أي حد الإرادة السياسية هي متوفرة لدى الدول الإفريقية وإلى أي حد حتى وإن كانت هذه الإرادة السياسية متوفرة لدى البعض إلى أي حد فهو يتوفر على المقومات وعلى الإمكانات لكي يلتزم بما يمكن أن يساعد على عمل مشترك لذلك فمن بين الإكرهات الكبيرة وهي أن الدول الإفريقية لازلت تعاني من تبعية كبيرة وهذا ما حاولت المملكة المغربية في مختلف المنتديات الإفريقية وفي مختلف اللقاءات والمؤتمرات المنعاقدة أن تؤكد على أن القرار الإفريقي يجب أن يكون قرارا مستقلا لأن المدخل الأساسي لتحقيق هذا التحرر وهذه الاستقلالية هو أن تكون للدول الإفريقية السيادة على قراراتها لاحظنا كذلك أن المملكة المغربية لعمت دورا أساسيا فيما يتعلق بمقاربة العمل مقاربة العمل من خلال مختلف اللقاءات والمنتديات الإفريقية وكذلك مختلف التكتلات ليس فقط الهدف منها وهو إصدار مناشير في شكل بلاغات أو بيانات ولكن يجب أن يكون هناك عملا ملموسا من خلال أجندة واضحة ومن خلال تحديد أهداف مضروسة ومتفق عليها قادرة على استعاب الأزمنة الثلاث المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الاستراتيجي البعيد على اعتبار أن أي تعاون مشترك إذا لم يخضع لتخطيط تشارك بين مختلف هذه الدول ورؤية منسجمة ومتلاحمة فإنه لا يمكن أن يساعد على تضافر وتعاضد وتوحيد الجهود بين مختلف الدول الإفريقية وأكيد عندما نقوم على الأقل خلال العشرية الأخيرة بتدقيق وتمحيص نجيد بأن العلاقة الإفريقية الإفريقية ظلت دائما في تضارب وظلت دائما تفتقد إلى تلك الرؤية المندمجة والصلبة والمستدامة للإعتبارات التي قلنا بأن غياب الإرادة السياسية الحقيقية جعل من إفريقيا منطقة تجادب وتقاطب لا يجب أن نزيل هذا من أدهاننا إفريقيا تعول عليها مجموعة من الدول ومجموعة من التكتلات لكي تصنع منها خلفية أو تصنع منها أرضية لتحقيق أهدافها ومطامحها لذلك وجدنا بأن إفريقيا هي منطقة تجادب وتقاطب للأمريكيين والصينيين والأوروبيين والتركيين حتى أن هؤلاء قد ضايقوا أو قد زاحموا المستعمر الكلاسيكي في مجموعة من مناطق نفوذه أنا أقول إذا كنا نتحدث عن استقلال إفريقيا عن الاستعمار التقليدي فإنها تردخ اليوم تحت استعمار بمواصفات جديدة لأنه إذا لم تكن لك أولا السيادة على تراوتك الطبيعية فأي مخطط للتلمية يمكن أن ننشده وأرجع هنا إلى خطاب صاحب الجلالة خلال خطابه بمناسبة عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي أنه أكد على مسألة سيادة إفريقيا على مقدراتها وهذه السيادة على المقدرات تتحقق من خلال امتلاك القارة الإفريقية لوسائل ذلك لذلك لاحظنا بأن صاحب جلالة الملك محمد السادس أكد على مسألة مجتمع المعرفة وأكد على مسألة التكوين وأكد على مسألة الإبتكار من خلال مختلف المعاهد والمؤسسات التي يمكن أن تلعب دورها في هذا الباب هناك دكتورة كريمة غانم فوارق مجالية هناك اختلافات كذلك في الرؤى هناك ماضي كذلك مختلف اليوم هل هناك مقاربة حقيقية للتغلب على هذه الفوارق المجالية للتقسيمات الموجودة اليوم لهذه كذلك التقسيمة الجديد لنفوذ القوى الكبرى في المنطقة فعلا لكن أود في بدء الأمر أن أؤكد على المقاربة التي نهجها المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي أو أيضا من خارج الاتحاد الإفريقي طبعا كما ذكرت سيدتي أن هناك طبعا تكتولات اقتصادية وأيضا تكتولات جيوسياسية وتكتولات أمنية بخصوصياتها الجغرافية والثقافية والاقتصادية المغرب اليوم أصبح رائدا في ريادة مجموعة من التكتولات الاقتصادية من خلال احتضانه لمجموعة الاجتماعات أو المشاورات الإفريقية مثلا الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقية الأطلسية وغيرها من تكتلات لتدارس حلول خصوصية لهذه الجهات المعينة داخل الاتحاد الإفريقي أظن أن من المهم الإشارة إلى مقاربة المغرب في الدافع بإصلاحات هيكلية وجوهرية من أجل إصلاح منظومة الاتحاد الإفريقي من خلال عديد من الهياكل وكذلك المجالس من أهمها مجلس السلم والأمن الدوليين لأنه اليوم هذا المجلس يشمل الشؤون السياسية وكذلك الأمنية الذين تم دمجهما في السنتين الأخيرتين في إطار الإصلاح الشمولي والهيكلي للاتحاد الإفريقي لأن هناك تحديات كبيرة سياسية وأمنية تواجهها العديد من الدول الإفريقية اليوم هناك أكثر من 22 دولة إفريقية تعرف العديد من الصراعات سواء صراعات سياسية أو حروب أهلية وهذا يتطلب مقاربة شمولية لمؤسسة الاتحاد الإفريقي خصوصا من ناحية إرساء سياسات قارية لأن هناك العديد من السياسات القارية والقرارات الإفريقية التي مع الأسف ضلت على الورق لمجموعة من الاعتبارات السياسية والجيوسياسية وكذلك الاعتبارات الاستقلالية في اتخاذ القرارات وإشكالية تتعلق بالسيادة وأيضا بالاستقلالية المالية فموقف المغرب اليوم يدفع بمقاربة شمولية تعتمد على سياسة الأنظمة الإنذار المبكر لتدبير المخاطر وغيرها من المبادرات المهمة اليوم التي هي على طاولة أجندة الهياكل الإفريقية اليوم طيب دكتور غالي حالي بنا أن نسأل عن منطقة تبادل الحرة القارية أين وصلت؟ نحن نتحدث عن سوق فيها 1.2 مليار نسمة أين وصلت الأفكار بشأن هذه المنطقة؟ منطقة تبادل الحرة القارية على أين القمة الأخيرة بأديسة بابا هي حاولت على أين أن تحاول أن تحقق بعض التقدمات ولكن الذي يظهر بأنه لا زالت هناك مجموعة من الصعوبات ومجموعة من المشاكل المتعلقة بالدخول الفعلي في تطبيق الاتفاق أو التفاهم تقريبا منذ خمس أو ست سنوات تم الإعلان عن هذا الاتفاق المتعلق بإحداث منطقة الاتجارة الحرة الإفريقية ولكن كما قلت بأن مجموعة من الكوابح الذاتية لا زالت هي المهيمة في هذا الباب والتي تؤكد بالملموس إما أن الدولة قد تكون مستقرة سياسيا ولكن من الناحية الاقتصادية ليست لها استقلالية وبالتالي فهي تبقى ناقصة السيادة على مستوى اتخاذ قرار بشكل جري أو أن الإنفلاتات الأمنية التي تعرفها مجموعة من الدول الأفريقية أو حالة عدم الاستقرار التي تعرفها هذه الدول والممثلة في مجموعة من الإنقلابات العسكرية كل هذه العوامل هي عوامل تتعلق بالاستقرار وواهم من يعتقد بأنه يمكن السير قدما في تحقيق المطامح والأهداف الإفريقية وهذا المطمح أو الهدف من خلال منطقة الاتجارة الحرة الإفريقية لاحظنا حتى بعض التكتلات الإقليمية الإفريقية مثل السيدياو فهي رغم دخولها حيث التطبيق وتحاول أن تحقق نوع من الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء ولكن لازالت تعاني من مجموعة من المشاكل حيث أنها غير مستقرة حتى على مستوى عملة التداول هذا كله يعكس بالملموس بأن البناء الإفريقي يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى وضوح ويحتاج كذلك إلى شفافية ونزاهة فلاحظنا بأنه في لحظة من اللحظات الاتحاد الإفريقي كتكتل يجمع المشترك الإفريقي لم يكن متحررا حيث أن كانت تسيطر عليه مقاربات منعزلة المقاربة الجنوب الإفريقية والمقاربة الجزائرية التي فقط كان هدفها أن تظهر بمظهر القوي أو الدولة التي تقدم بعض الدعم هنا وهناك وليس أن تعمل على مساعدة الدول الإفريقية وتتقاسم معها تجربتها في هذا المجال أنا مثلا أعطيك مثال على مستوى مجموعة من المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها ولكن لم يكن هناك أي أطار لأي نتائج ملموسة في هذا الباب ودائما نجد نفس التبريرات على أي فأقول بأن العمل المشترك الإفريقي في ما يتعلق بهذه المنطقة الحرة للتجارة وكما قلت نرجع فقط إلى أعمال الدورة الأخيرة لالتحاد الإفريقي بأديسة بابا فرغم أن المجموعة هي متحمسة ورغم أننا سمعنا خطابات هنا وهناك والكل يتشدق من أجل إفريقيا جديدة من خلال معاملات وتعاملات جديدة ونفس جديد قادر على استعابة تحولات الجيوسياسية المحيطة ولكن كما قلت بأن المتغير الأصلي يتمثل أولا في تحقيق استقرار إفريقيا وأما الأمور الأخرى يمكن أن تتحقق إذا تغلبنا على هذا المشكل والاستقرار في الإفريقيا الاستقرار كذلك مرتبط دكتورة كريمة غانم بالأمن الغذائي المغرب يقول ويفعل في هذا المجال هل هناك كذلك اليوم توافق إفريقي من أجل دعم الجهود التي تسعى إلى تحقيق هذا الأمن الغذائي خاصة وأن من التجارب الكبرى التي علمتنا إياها أزمة كورونا أن الغذاء مهم جدا في اتخاذ القرار وفي السيادة الوطنية فعلا اليوم من أكبر الهواجس التي تؤرق للعالم ليس فقط القرار الإفريقية هو الأمن الغذائي والأمن الطاقي وطبعا يمكن اليوم أن نقول أن المغرب ينهج استراتيجية جد مهمة في القرار الإفريقية من خلال تعزيز الأمن الغذائي والأمن الطاقي وكذلك السيادة الصحية من خلال تحول من اتفاقيات اقتصادية وشراكات تجارية إلى اتفاقيات ومشاريع جيوستراتيجية كبرى تحقق الأمن الغذائي ليس فقط للمغرب ولكن للعديد من الدول الإفريقية واليوم شهدنا في الأول الأخير تدشين أول مصنع لزمج الأسمدة في نيجيريا وهو من بين أهم ثلاث مصانع المرتقبة للمكتب الشريفي للفصفات من أجل المساهمة في الأمن الغذائي في نيجيريا وهذا المصنع معزز أيضاً بوحدات التخزين وكذلك مراكز للتكوين لكي تبقى هذه الخبرة داخل نيجيريا وسوف يساهم بالأساس من تطوير وحدات الإنتاج داخل نيجيريا طبعاً المغرب ينهج نفس السياسة مع العديد من الدول نعم تفضل ينهج نفس السياسة مع دول إفريقية أخرى مثل إثيوبيا وسنغال وغيرها وأيضاً يعني لاحظنا في الأولى الأخيرة الهيبة الأخيرة الملكية لدولة القابون فبالتالي هذا أمر جد مهم أيضاً من ناحية الأمن الطاقي المغرب اليوم يستثمر في المسروع الكبير لأنبوب الغاز الإفريقي خصوصاً مع دول غرب إفريقية والذي سيمر عبر 13 دولة إفريقية وهذا توصى يعني يساهم أيضاً في الأمن الغدائي وكذلك الأمن الطاقي ويخلق مناصب شغل وتنمية حقيقية لأربعة مليون نسمة في دول غرب إفريقية إضافة إلى توفير الكهرباء كذلك إلى هؤلاء هذا المشروع دكتور محمد الغالي مشروع ضخم بتمويلات ضخمة كذلك كيف سيغير وجه القارة في أسنوات المقبلة؟ تتحدثين عن أنبوب غاز نيجيريا المغرب الذي بدأت في الحديث عنها دكتور غانيماني كي نواصل في نفس النسق هذا المشروع الذي يميز هو أنه مشروع اندماجي لأنه سيحقق مجموعة من الأهداف الاقتصادية وكذلك سيساعد على سدد الخصاص بالنسبة لحوالي 15 أو 16 الدولة هذا الأنبوب لأن إذا كان البعض يدفع بأن هذا الأنبوب سيمر من دول عديدة هذا هو المأمول أن هذا الأنبوب سيمر من 15 دولة كلها ستستفيد وليس أنبوب غاز سيمر فقط ليشمل دولتين أو ثلاث دول والإفادة منه ستكون جد ضئيلة لذلك الذي يميز هذا الأنبوب نيجيريا المملكة المغربية هو أنه سيمر وسيعبر من أغلب دول غرب إفريقيا وبالتالي سيساعد هذا الأنبوب على تزويد هذه الدول بدورها من احتياجاتها من الغاز وكذلك سيساعد على تطوير مجموعة من الصناعات وكذلك سيساعد على فتح أفق استثمارات وسيساعد كذلك على تطوير مجموعة من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة وغيرها لذلك فهذا الأنبوب الذي سيربط نيجيريا بالمملكة المغربية بمجموعة من الدول ليس فقط الهدف منه هو نقل الغاز إلى أوروبا ولكن الهدف منه أن يحقق نوعا من التكتل الاقتصادي في هذه الدول وهذا هو هدف المملكة المغربية لأنه لا يمكن أن تكون هناك تكتلات مندمجة وصلبة ومستدامة إذا لم تكن مؤسسة ومبنية على منطق أو على مقاربة رابح هذا هو هاتية المقاربة التي تحاول المملكة المغربية أن تؤسس لها بين الدول الإفريقية على اعتبار أن إفريقيا ظلت دائما تقدم الكثير ولا تحصل إلا على الشيء الضئيل لذلك منطق العدالة والإنصاف الذي تتضمنه مختلف المعاهدات والمواتق الدولية فهو يمر مرور الكرام من إفريقيا ولا تستفيد منه لذلك فنحن نقول دائما بأن إفريقيا تحتاج إلى قيادات وإلى ريادات ومن بين هذه المنطق أو هذه العقلية الريادية أو القيادية هو ما حاول صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال مختلف الزيارات التي قام بها لمختلف الدول الإفريقية ثم كذلك لأن الربط من خلال هذا الأنبوب لم يأتي من فراغ بل أسس له من خلال مختلف الاتفاقيات التي قامت بها المملكة المغربية مع مختلف الدول الإفريقية ليس فقط على مستوى غرب إفريقيا ولكن حتى على مستوى وسطها وشرقها لاحظنا بأن وعاء الشراكات المغربية لم يقتصر فقط على الدول الفرنكوفونية ولكن كذلك تجاوزوا إلى الدول الناطقة بالإنجليزية وهذا ما أكد بالملموس بأن المقاربة المغربية ليست مقاربة انتقائية دولة دون دولة أخرى ولكن الرؤية هي رؤية مندمجة لذلك فحتى أن أنبوب الغاز نيجيريا البملكة المغربية إلى أوروبا فهو يسير في هذا الاتجاه ولاحظنا بأن مجموعة من القوى الاقتصادية الكبرى اعتبرت بالفعل بأنه سيشكل نقلة نوعية على مستوى التحول الذي سيحصل في إفريقيا دون أن ننسى كذلك بأن الدول التي سيمر منها هذا الأنبوب جزء مهم منها هو مطل على المحيط الأطلسي والدراسات الاستشرافية تشير إلى أن هذا الشريط الأطلسي سيلعب مستقبلا دورا مهما وأساسيا في الحركة التجارية والاقتصادية العالمية وهذه كلها مؤشرات تؤكد بالملموس على أن طرح المملكة المغربية هو طرح استباقي استشرافي من أجل غد أفضل لإفريقيا طيب دكتورة كريمة غانم بالإضافة إلى المواضيع التي أثرناها تولي المملكة اهتماما كبيرا لعنصر الأمن لاحظنا كيف أنها تنظم بين الفينة والأخرى ملتقية دولية تابعنا مع التحالف الدولي ضد داعش هذه الخبرة التي اكتسبتها المملكة المغربية طيلة هذه السنوات وهذا التعبير البين والواضح في كل مناسبة على أنها قادرة ومستعدة لتقديم تجربتها هل تجد لها أذان ساغية في القارة الإفريقية؟ نعم طبعا من ناحية تجربة المغرب وخبرة ليس فقط على المستوى القارة لكن على المستوى الدولي من خلال احتضان المغرب للعديد من الملتقيات سواء الدولية أو حتى كما قلت سابقا تكتلات الجيوسياسية الأمنية الإفريقية لتدارس التحديات التي تواجهها مختلف المناطق الأمنية الإفريقية مثل منطقة الساحل والصحراء وكذلك منطقة البحيرات الكبرى وغيرها المغرب من خلال تجربته في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف ومقاربته الشمولية من خلال ربطه التنمية بالأمن والسلم وكذلك من خلال مساهمته على المستوى الأممي بالقبعات الزرق لحفظ السلام وتعرفون أن المغرب اليوم يحتل المرتبة 14 عالميا في هذا الإطار ومنذ الستينات فقد جند المغرب وساهم بأكثر من 74 ألف جندي في القبعات الزرق في العديد من العمليات الأممية لحفظ السلام وكذلك أيضا للمغرب العديد من الخبرة المهمة خصوصا من خلال إرساء المستشفيات العسكرية الميدانية في مجموعة من مناطق التي تعرف سواء حروب أهلية أو كوارث طبيعية أو مختلف الأزمات التي تعصت بالعديد من الدول الإفريقية أيضا المغرب اليوم يحظى بمكانة متميزة خصوصا من خلال إرساء خبرتي على مستوى المجلس السلم والأمن الدوليين واليوم هو في ولايته الثانية وقد ترأس هذا المجلس لمرتين واليوم التقرير الأخير الذي تم تقديمه إلى القمة الأخيرة لرؤساء الدول بالقمة الإفريقية التي انعقدت بأديس أبابا خلال أثابيع تم ذكر المغرب 21 مرة في هذا التقرير وتمت الإشادة بمجهودات المغرب على مستوى محاربة التطرف العليف وكذلك على مستوى المبادرات النوعية التي اقترحها خلال ولايته لرئاسة مجلس الأمن خصوصا فيما يتعلق بالدفع بإرساء أنظمة الإندار المبكر لتدبير الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية وكذلك الإشكالية الأمنية هذا بالإضافة إلى مساهمته في الرفع من مشاركة النساء في الأمن والسلم الدوليين للتنزيل الفعلي للقرار الأممية 1325 لأجندة المرأة والسلم فكل هذه المبادرات التي يقوم بها المغرب أظن أن هناك إشادة إفريقية وكذلك دولية لخبرة المغرب في هذا المجال يتحدث كذلك المغرب دكتور محمد الغالي عن ضرورة الاهتمام بالهوية الثقافية للأفريق إلى أي مدى هذه النقطة جوهرية كذلك في تحقيق النموذج التنمو الذي نرغب فيه في إفريقيا وعلى أي واهم من يعتقد بأنه يمكن أن يحقق نهضة اقتصادية إذا لم يهتم بالموروط التقافي والموروط التقافي الإفريقي هو موروط غني تعرض لضربات عدة من خلال الموجات الاستعمارية التي تعرضت لها إفريقيا وكذلك من خلال مختلف جوانب الضعف التي تعاني منها إفريقيا منها الفقر الجهل الأمية كذلك مشكل تجارة السلاح تجارة البشر وغير ذلك من الضواهر التي تؤثر بشكل كبير على الناتج الخام داخل إفريقيا مشكل الحدود هو مطروح كذلك بشكل كبير لاحظنا بأنه دائما كانت هناك حروب أهلية وكانت بسبب التنوع العرقي بالعكس عند بعض الدول التنوع العرقي والتقافي ساهمة بشكل كبير في تحقيق نهضة صلبة وقوية وبالتالي فالمملكة المغربية من خلال مجموعة من المنتديات التي احتضنتها وكذلك من خلال المتاق الإفريقي وكذلك من خلال مجموعة من المواتق الأخرى دائما كانت تؤكد على أن الاهتمام بالجانب التقافي داخل إفريقيا يشكل رافعة أساسية للتنمية ولاحظنا بأن مجموعة من التظاهرات الرياضية والفنية والتقافية دائما يكون هناك حرص على الإشادة وكذلك على إظهار الموروط التقافي ليس فقط في جانبه الفني الغنائي ولكن في مختلف مجالاته وتجلياته ورموزه لذلك لاحظنا بأن صاحب الجلالة من خلال مجموعة من تدخلاته دائما كان يؤكد على ضرورة الحفاظ على الداكرة الإفريقية على اعتبار أن هذه الداكرة هي داكرة مشتركة وهي التي تشكل ما نسميه بتلك الفرشة التي تجمع كل الشعوب الإفريقية لذلك فأعتقد بأن مجموعة من اللقاءات وكذلك مجموعة من الاتفاقيات بين الدول الإفريقية وكذلك حتى المعاهدة المنشئة للاتحاد الإفريقي فهي تؤكد على التعاون والتعاضد والتكامل التقافي الإفريقي لكن دائما نطرح ذات التساؤلات كيف يمكن أن نجعل من التقافة مجالا للالتقاء ومجالا للتعاون والتضامن وليس مجالا لإطارة النعارات وإطارة الفرقة وهذه المسألة تعتبر من المعضلات الكبرى التي لا زالت تعاني منها إفريقيا على اعتبار التساؤل الذي يطرح لمن الولاء في نهاية المطاف الولاء التقافي هل الولاء التقافي للدولة كمؤسسة دستورية حاضنة لكل المواطنين والمواطنات أم أن الوفاء التقافي أو الولاء التقافي يكون لعرقيات أو إثنيات أو فئات معينة لذلك فمسألة التكامل والاندماج التقافي الإفريقي لا زالت تحتاج إلى عمل الشيء الكثير هذا العمل الذي يمكن أن يخرجها من مجال كونها فقط مسألة بروتوكولية أو موسمية وليست مسألة حاضرة بقوة في الاقتصاد وفي التجارة اليوم عندما نتحدث عن التسويق السياحي أو فهناك تساؤلات تطرح رغم أن إفريقيا هي غنية من ناحية التقافية ولكن نلاحظ بأن الآخرين لا زالوا يستغلون هذا الموروط التقافي ويصنعون منه ويطورون منه ترواتهم وحتى أن بلدان تستعمل هذا الموروط التقافي الإفريقي بشكل يساعد على الرفع من مؤشرات التنمية داخلها لذلك أنا أقول بأن هذا المجال المتعلق بالتقافة في إفريقيا لا زال يحتاج إلى عمل الكثير من خلال توحيد الجهود وتوفيرها أعتقد بأن الجامعات يمكن التلعب دورا أساسيا ثم كذلك لا يجب أن ننسى هناك التقافي في مستوى الديني المملكة المغربية لعبت دورا مهما وكبيرا من خلال مؤسسة محمد السادس في هذا الباب والمجهودات التي قدمت والتكوينات التي تقدم للقيمين الدينيين الأفارقة وكذلك للطلبة الأفارقة في هذه المجالات ولكن نحن نقول إذا كانت المملكة المغربية هي صاحبة الرياضة ولها الأسبقية في هذا النوع من التأطير ولكن في المقابل لا يجب أن ننسى بأن هناك مجهودات مضادة تبدل هنا ولكن مع ذلك نقول وهناك مجموعة من التقارير إذا تفضل دكتور أريد أن ننتقل إلى نقطة تبدو لي جوهريات دكتورة غانم أشرت إلى الإطار المؤسسات الإفريقي الاتحاد الإفريقي هذا الاتحاد وجه الكثير من المصاعب خاصة في السنتين الماضيتين شهدنا سبعة انقلابات في أقل من سنتين فرض عقوبات اقتصادية ولكن في بعض الأحيان لم تكن ناجعة تماما تماما اليوم هناك ورقة إصلاحية قدمها سيد كاقامي شارك فيها بعض الوفود الأفارقة ولكن من أين يبدأ الإصلاح الحقيقي لهذا الإطار المؤسسة؟ ما أهميتهم في تحقيق هذا النموذج الإفريقي الذي نسعى إليه؟ فعلا هذه النقطة جد مهمة لأنها اليوم جوهر جل المحادثات على مستوى الاتحاد الإفريقي والذي يتطلب اليوم إصلاحا جوهريا لأن اليوم الإصلاح ليس من الكماليات ولكن هو ضرورة ملحة ويجب أن يكون إصلاحا هيكليا لهيكلة الاتحاد الإفريقي بدءا من النظام المؤسس للاتحاد الإفريقي إلى عمل الهياكل والمجالس تابعة للاتحاد الإفريقي طبعا هناك العديد من الآليات التي تم تقديمها خصوصا آليات العمل التي تعتمد على الشفافية على ربط المسؤولية بالمحاسبة على الحكامة الجيدة في عمل مؤسسة الاتحاد الإفريقي أيضا على طاولة المحادثات أهمية الاستقلالية المادية المالية لمؤسسة الاتحاد الإفريقي لتتمكن من تنفيذ القرارات التي تصدر عن هذه المؤسسة طبعا لازلت هناك هذه الالتزامات عدم الوفاء بالالتزامات المالية دكتورة غانم والتمويل الذي يأتي من الخارج يفقد الإطار المؤسسات السيادة سيادة اتخاذ القرار هل هناك اليوم مقابرة با حقيقية من أجل على الأقل إشبار هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية في أفق منح السيادة لهذا الاتحاد الإفريقي فعلا هناك إشكالية فيما يخص الاتزامات المالية للدول الأعضاء في هذا الإطار لكن خلال المؤتمر الأخير الذي تم عقده في مدينة طنجة حول رابطة السلم والأمن والتنمية تم اقتراح آليات جديدة من أجل الدفع بالشراكة المتعددة الأطراف خصوصا مع الأمم المتحدة وغيرها بشراكة مع الاتحاد الإفريقي لضخ مداخل جديدة وأليات جديدة لتمويل البرامج والسياسات التي تقرها منظمة الاتحاد الإفريقي لكن يبقى دائما أن نظام الاتحاد الإفريقي يعتمد على الالتزامات المالية للدول الأعضاء لكن هناك تحديات لأن هناك العديد من الدول الأفريقية بنسبة كبيرة لها تعرف تصدعات سياسية وحروب فبالتالي لا يمكنها الاتزام بالتزاماتها المالية وهناك أيضا بعض الدول التي تم تجميد عضويتها حاليا في الاتحاد الإفريقي بسبب الإنقلابات التي تعرفها اليوم والإصلاح الذي تم في مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم بدمج شؤون سياسية مع الأمنية لما له من أهمية في إرساء سياسة شمولية للمساهمة الفعلية في الإصلاحات السياسية في هذه الدول الأفريقية لأننا لا يمكن أن نحقق اندماجا إفريقي وتكاملا اقتصاديا بدول تعرف العديد من التصدعات السياسية طيب دكتور محمد دلغالي حكماء إفريقية حكماء إفريقية كثيرون ولكن لماذا لا نشهد في السنوات الأخيرة وسطات ناجعة الكثير من الخلافات والاختلافات موجودة اليوم في القارات الإفريقية تمنع هذا التكامل الذي نسعى إليه جميعا أي طريقنا اليوم من أجل أن نعيد نفخ الروح في هذه الوسطة الإفريقية التي ساعدت كما تعرف في حل الكثير من المواضلات داخل هذه القارة وعلى أين عندما ننظر إلى مجموعة من الصراعات التي عرفتها إفريقيا من خلال مجموعة من الدول لنأخذ مثل الأزمة الليبيا أزمة الصومال كوديفوار وكذلك دول أخرى نلاحظ بأنه تبدل جهود كبيرة ومضنية ولكن بالنظر كما قلنا وأشرنا دائما بأن هذه الدول هي تشكل بؤرة مطامع كبيرة لمجموعة من القوى فإن الوصول إلى حل لابد وأن يخضع لمشاورة هؤلاء أصحاب المصالح أو لوبيات المصالح فإذا كانت التسوية لا تصب في مصلحة الطرف وهذا الطرف له بعض الأوراق لكي يضغط أو لكي يبعتر تسويات الآخرين فإنه لن يتردد في هذا الباب وهذا ما لاحظناه من خلال كيفية إدارة وتدبير الأزمة الليبية ولاحظنا بأن الوساطة المغربية كانت وساطة مهمة وأساسية ولكن لاحظنا بأن الأوروبيون عندما كان الأطراف قريبة من الوصول إلى حل فإنهم كانوا يناورون هنا وهناك ويعقدون لقاءات سواء في ألمانيا أو في دول أخرى وذلك دائما الهدف وهو أن لا تفر أي تسوية من مراقباتهم وإلى أي حد هذه التسوية ستحافظ لهم على مصالحهم في تلك الدولة إذن قلت دائما ما دام الآخرون لأن الإشكال هو أن إفريقيا في نظر هؤلاء فهي تشكل مصدرا أساسيا لأسواقهم من المواد الخامة لكي يقوموا بإنتاج القيمة منها هذا هو الإشكال الكبير فهذه الدول ليست لها موارد طبيعية كما هو الشأن بالنسبة لإفريقيا وبالتالي هؤلاء يعاولون على التروات الطبيعية الإفريقية من أجل أن ينتجوا القيمة داخل دولهم وهكذا يستطيعون أن يحققوا أرقاما اقتصادية مهمة وأساسية لذلك فالوساطات الإفريقية دائما تكون تكلفتها كبيرة على اعتبار أن الدول الأخرى ليس فقط الأوروبيين بل الصين، روسيا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية هذه كلها دول تعتبر بأن إفريقيا تشكل سوقا أساسيا بالنسبة لها من أجل أن تنتج هي القيمة داخل دولها لذلك فدائما كل الوساطات وكل من يمتلك هذا الحس الحكمة في التعاطي ومعالجة القضايا الإفريقية بالطرق السلمية فإنها كانت تصطدم بهذه الإرادات شكرا لك أبطوك حتى أن مجلس الأمل كان يعجز في مجموعة من الحالات من اتخاذ قرارات يمكن أن نقول بأنها قرارات قادرة على أن تحسم الموقف في اتجاه معين شكرا أستاذ الذي كان يميز وهي تلك الضبابية على اعتبار أن هذه الضبابية في حل مجموعة من المشاكل داخل القارة كانت تكون من ورائها مصالح الآخرين شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد الغالي على كل ما تفضلتون به شكرا موصول كذلك للدكتورة الأستاذة كريمة غانم شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين على المتابع نلتقي بخير بإذن الله اشتركوا في القناة